السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الثانوي جميع النوعيات في الحلقة الثانية من مراجعة مادة الرياضيات للترم الأول عندنا في الحلقة الأولى بإذن الله عملنا أننا رجعنا على التقريب والخطأ رجعنا على المسج والخلط، رجعنا على البرمجة الخطية، رجعنا على المتابعات الحسابية في الحلقة دي إن شاء الله راجع على المتتابعات الهندسية وعلى مبدأ العدل والتبديل والتوفيق عايز أفكركم برضو بالورقة الامتحانية مواصفتها أربع أسئلة كان عندي السؤال الأول ست فقرات اختيار من المتعدد، السؤال موضوعي عليهم ست درجات تلات أسئلة مقالية ألف وباء، كل سؤال عليه ستة بنصح الورقة من 24، بنقسم على 2 يبقى 12، وعندنا أعمال سنة 3 يبقى كده 15 تعالوا بقى نشوف مع بعض قوانين المتتابعات الهندسية ومقارنة بين الحسابية والهندسية ونبدأ نحل تمرين تعالوا معايا نشوف القوانين بيقول إيهن؟ عندي المتتابعات الهندسية الصورة العامة بتاعتها إزاي؟ ألف وألف راء وألف راء تربيع لحد لام وإحنا رجعين بالعكس أن نقسم على راء يبقى لام على راء لام على راء تربيع وهكذا طيب أساس المتتابعة راء قيمة أي حد تقسيم الحد الذي يسبقه مباشرة يبقى أنت بتقسم أي حد على اللي قابله مباشرة نخلي بالكديم الحد العام أو الحد النوني حه نون يسوي ألف مضروبة في راء السنون نقص واحد الوسط الهندسي للعددين ألف وباء موجب وسالب الجزر التربيعي لألف ضرب باء المجموع بدلالة الأساس يبقى ألف افتح قوس راء السنون ناقص واحد على راء ناقص واحد خلي بالك الراء أكبر من الواحد المجموع بدلالة الحد الأخير جيم لنون يسوي لما راء ناقص ألف على راء ناقص واحد لما الراء أكبر من الواحد هنا هيضيف بقى عندنا حاجة جديدة مجموع عدد غير منتهي من حدود متتابعة هندسية لانهائية اللي هو جيم ملا نهاية جيم إيه ملا نهاية خلي بالك الراء أكبر من سلب واحد وأصغر من إيه من واحد يبقى جيم ملا نهاية هتساوي ألف على واحد ناقص راء قانون سهل وبسيط يبقى دي القوانين اللي عندك الحد العام الوسط الهندسي قانونين المجموع قانون مجموع المتسلسلة أو المتتابعة اللانهائية دي القوانين اللي عندي حطهم كده قدامك يعني اعمل سكرين شوت أو صور الشاشة ديوقتي حاليا عشان وانا هن شاء الله منزل البي دي اف بتاع الحل ده كله بالقوانين بالمسائل اللي احنا حلناها كلها على موقع أو صفحة القناة على اليوتيوب وعلى قناتي أيضا برضو موجود الرابط لبلف البي دي اف تعالوا بقى نشوف ايه هنبدأ نحل مسائل مع بعض وازاي أركز معايا كده بقى ايه وعلى برقة اللي هنبدأ كون المتتابعة الهندسية التي حدها الأول اتنين وأساسها خمسة ضوى أعطيك كل حاجة ألف في اتنين ورهب بخمسة هتقول اتنين وبعد تضرب خمسة في اتنين بعشرة عشرة في خمسة بخمسين خمسين في خمسة بمئتين وخمسين كونت المتتابعة طيب نعلى شوية في المسائل أوجد الحد السادس من المتتابعة الهندسية أنت عندك الألف بتلاتة والراء اقسم أي حد على الحد السابق له ستة تقسيم تتا كام؟ اتنين يبقى جبت الألف وجبت الراء هو عايز حاستة يبقى الحد السادس ألف راء أس خمسة شيل ألف وحط تلاتة وشيل راء وحط اتنين وخمسة يبقى اتنين أس خمسة أروح بالآلة اتنين أس خمسة بكام باثنين وتلاتين ضرب تلاتة يبقى ستة وتسعية تعال نشوف سؤال تاني هنا بقى يعطيني إيه؟ مفيش ألف وراه ضعطيني قيمتين قيمة للحد الخامس والحد التاني كون المتتابعة الهندسية التي حدها الخامس كذا وحدها الثاني كذا أقول له حاة خمسة يعني ألف راء أس أربعة بواحد وتمانين حاة اتنين يعني ألف راء بثلات وهنا هنقسم الاثنين وخلي بالك لما نيجي نقسم بنطرح الأسس الألف هتروح مع الألف يبقى أنا عندي الألف راحت مع الألف والراء أس أربعة تقسيم راء يبقى دي راحت مع دي يبقى راء أس ثلات وقسم واحد وتمانين على الثلاثة سبعة وعشرين طب إيه اللي يخلي الراء تكعيب راء تاخد لك جزر التكعيب يبقى ناخد الجزر التكعيبي لرا ممكن واحد يقول لي طب أجيبها إزاي يا أستاذ أقول له تعالي أنا عندي هنا آدي آآ شفت شفت علامة إكس وحط هنا الجزر التكعيب أحط هنا عندي الجزر تلاتة وحط هنا جوه سبعة وعشرين وقول له يساوي يطلع عندي قيمة كام تلاتة لو أنت شايفها هي طلع إيه تلاتة طيب يبقى أنت جبت راء بكام بتلاتة طيب أنا عايز ألف خلاص نفس الفكرة بقى نعوض في واحدة من المعادلات اللي عندي عوضت في اتنين شلت الراء وحطت تلاتة يبقى ألف في تلاتة يساوي تلاتة يبقى الألف هتقسم يطلع بكام بواحد طلعت الألف وطلعت الراء أقدر بقى أجيب المتتابعة ها أقول له واحد وبعدين اضرب في تلاتة اضرب في تلاتة تسعة اضرب في تلاتة بسبعة وعشرين لحد كده والمسائل زي الفل تعالوا نشوف بقى مسألة نعلة فيها شوي أوجد ردبة الحد يعني عايز نون عايز ايه نون الذي قيمته 486 يبقى ضحه نون من المتتابعة الهندسية وعطين المتتابعة بالطريقة دي يعني أقدر أجيب الألف باتنين واجيب الراء أقسم أي حد على الحد السابق له مباشرة وخلي بالك من مباشرة دي اللي قابله يبقى ستة تقسيم اتنين بثلاتة جبت الألف وجبت التلاتة الراء أقول له الحد النوني ألف في راء السنون نقص واحد نون نقص ايه واحد أشيل حهنون واكتب 486 الألف بثنين والراء بثلاتة اتنين ضرب تلاتة أسنون نقص واحد انت قسم للطرفين على اتنين لما تقسم 486 على اتنين بمئتين تلاتة واربعين وهنا تلاتة أسنون نقص واحد حول دي إلى أس طب واحد يقول لي تابع أعمل ايه أقول له أنا المسألة بتحل نفسها بمعنى ايه مش الأساس هنا عندك تلاتة ابحث عن تلاتة أس كام يطلع مئتين تلاتة واربعين وانت هتقعد تعمل ايه بقى تلاتة أس مثلا تلاتة هيطلع سبعة وعشرين لا لسه بدري طب تلاتة أس خمسة يطلع عندي كام تلاتة أس خمسة هيطلع عندي بالزبط مئتين تلاتة واربعين يبقى شيل مئتين تلاتة واربعين واكتبله تلاتة أس خمس طب ما أنا عندي هنا ايه قاعدة خدناها في اعدادي بنقول له ايه بما أن الأساسي سوي الأساس فالأسي سوي الأس تكتب القاعدة كده الأساسي سوي الأساس فالأسي سوي الأس يبقى نون نقص واحد بكم بخمس طب ما أنت عايز نون بس ودي الحارة التانية وما تنساش من حارة الحارة بنغير الإشارة يعني سأل أبو حتى تبقى موجة يبقى النون بكام بست يبقى أقول له الحد اللي قمته 486 كان الحد السادس الحد ايه السادس تعال نشوف سؤال تاني إذا كان مجموع الحدين الأول والثاني من متتابعة هندسية هو تمانية ومجموع الحدين الثالث والرابع 72 ايه هي المتتابعة الموجبة الحدود هنا مش عطيني ألف ورأة مباشرة لا دعطيني بقى أن أنا أقعد أشتغل سويا ماشي هقول له حه ثلاثة زائد حه أربعة الحدين الثالث والرابع حه ثلاثة يبقى ألف رأة ورأة وست اتنين حه أربعة يبقى ألف رأة وست ثلاثة يسوي 72 وبعدين الحدين الأول والثاني أقول له حه واحد اللي هو الأولاني ألف وحه ثلاثة يعني ألف رأة بتمانية هنا هنعمل ايه هنقسم يبقى بالقسمة ايه اللي هيحصل عندي بس واحد يقول لي لو قسمت على طول ما فيش حاجة تروح قالك هتاخد عمل مشترك ألف رأة تربيع وألف رأة تكعيب هناخد ألف رأة تربيع عمل مشترك وافتح قوس أقسم ده على ده يبقى واحد أقسم ده على ده يبقى أطلع رأة واخد من هنا ألف عامل مشترك وأقسم يطلع واحد زائد رأة في القسمة هنا هيروح القوس مع القوس والألف مع الألف يبقى الباقي رأة تربية قسم 72 على 8 بتسعة طب انت عندي رأة تربيع بتسعة عايزة خليها رأة بس أخد لها الجزر التربيعي طب لما تاخد الجزر التربيعي لازم يطلع عندي قمتين موجب وسالم هو عايز المتتابعة الموجبة هناخد الرأة هنا في الحالة دي بتلاتة أعوض في المعادلة رقم اتنين أطلع منها قمت الألف الرأة بتلاتة واحد زائد تلاتة باربعة يبقى الألف تمانية تقسيم أربعة بكام باتنين طلعت الألف باتنين وطلعت الرأة بتلاتة أقدر بقى أكون المتتابعة الموجبة أقول له ألف باتنين اضرب في تلاتة بستة اضرب في تلاتة بطمانتاشر اضرب في تلاتة اربعة وخمسين سؤال على الوسط الهندسي بيقول لي أوجد الوسط الهندسي للعددين اتنين وتلتمية تمانية وتلاتين الوسط الهندسي القاعدة بتاعته ايه موجب وسالب الجزر التربيعي حاصل ضربهم ضربت اتنين في تلتمية تمانية وتلاتين بستمية ستة وسبعين أخذ الجزر يطلع عندي موجب وسالب كام ستة وعشرين أشوف الجزر التربيعي لستمية ستة وسبعين يطلع عندي ستة وعشرين إيه بقى موجب سالب ستة وعشرين طيب السؤال بقى في فكرة شوية إذا كان أربعة هو الوسط الهندسي بين واحد وسين بين واحد وإيه؟ وسين فإن سين ده عايز اختياري اختيار من المتعدد يترى سالب اتنين ولا اتنين ولا تمانية ولا ستاشر أقول له تعالى نشتغل على المسألة الوسط الهندسي بيسوي موجب وسالب الجزر التربيعي لحصل ضربه يبقى الاربعة دي هتساوي الجزر التربيعي لواحد ضرب سين يعني معناها سين طيب معناها جزر سين عشان تشيل الجزر اعكس انت هتعمل هنا ايه؟ هتربع الطرفين يبقى بالتربيع لحسف الجزر او التخلص بالجزر يبقى التربيع يضيع الجزر والاربعة تتربع تبقى كام؟ ستاشر طب واحد يقول لي انت اهملت الاشارة هنا ليه؟ هقول له ما انا لو ربعت السالب هيطلع موجب عشان كده انا مرضتش اكتبها لان انا هربع الطرفين يبقى السين بكام؟ بستاشر يبقى اختاري الاجابة من بين الاقواس هيطلع عندي كام؟ ستاشر تعال نشوف سؤال تاني برضو نفس فكرة ديكت شبيهة الى حد ما اذا كان سين وصاد وسطين هندسيين بين خمسة ومية خمسة وتلاتين فمقيمة كل من سين وصاد برضو نفس الفكر ادي الخمسة والمية خمسة وتلاتين وهنا الوسط الاول سين وصاد عايزة طلع قيمتهم مش ده الحد الاول تب ده الحد كام؟ عد يا سيدي واحد اتنين تلاتة اربعة وانت عندك القعدة اللي بتقولك عدد الحدود تسوي اتنين زائد عدد الاوساط يعني اتنين زائد اتنين باربعة يبقى ده الحد الرابع يبقى انت عندك الف بخمسة والحد الرابع بمية خمسة وتلاتين محتاج تجيب ايه؟ نون تب ما هو نون ما هم معروف ما هم دول كام؟ ها معروف منين؟ ده احنا هنشوف دلوقتي يا تارا هنعرف نجيبه ولا لا؟ ما هنعرف يا أستاذ ما هو عدد الحدود باربعة واحد اتنين تلاتة اربعة يبقى نون باربعة يبقى اللي انت عندك مجهول هو الرائل اساس تعالي بقى نستخدم المعطى بتاعنا حهربعة اللي هي مية خمسة وتلاتين الحد النوني يبقى حهربعة يسوي ألف في رأس تلاتة اشيل حهربعة واكتب مية خمسة وتلاتين واشيل ألف وحط خمس يبقى انا عندي رأس تلاتة هقسم مية خمسة وتلاتين على خمسة تطلع سبعة وعشرين لسه مرة علينا من شوية يبقى الرائل جزر التكعيب السبعة وعشرين طلع تلاتة تبهات للسين بقى السين ده الحد التاني اضرابه في الخمسة يبقى خمسة في ثلاتة يطلع عندي خمستاشر تبهاتلي الصاد اللي هو الوسط التاني يعتبر الحد التالت اضرابه اضرب الرائل اللي هي الأساس دي في الحد اللي قابله يبقى ثلاتة في خمستاشر بخمسة واربعين وكده قدرت تطلع قيمة سين وقيمة صاد جميل خالص تعالي نشوف بقى سؤال بقول لي ادخل ثلاثة اوساط هندسية بين العددين اربعمية ستة وتمانين وستة هنا عايز اشوف عدد الحدود يبقى خلي بالك احنا هنمشي على ايه خلي بالك هنمشي على سيستم معين في الحل بتاع ادخال الاوساط انتبه معايا كده ركز اول حاجة اجيب له عدد الحدود اجيب له عدد ايه الحدود اجيب له عدد الحدود تب يجي العدد الحدود منين اتنين زائد عدد الاوساط اتنين زائد عدد ايه الاوساط يبقى تاني ركز معايا عايز امشي على تسلسل عشان لما حل مسألة الاوساط اجيب عدد الحدود عدد الحدود بيساوي اتنين زائد عدد الاوساط اتنين زائد عدد الاوساط عندي الحد الاولاني ده الف والحد الاخير اللي هو هقدر استخدم باستخدامه بمعلوميته اقدر اجيب ايه الاساس عندي تعال نشوف اربعمية ستة وتمانين وبين ستة يبقى ده الحد الاول الف وده الحد الكام هو بقول لي ادخل ثلاثة اوساط بين العددين يبقى عدد الحدود خمسة يبقى ده الحد الخامس الحد ايه الخامس يبقى حاق خمسة يسوي الف رأس اربعة طيب هتعمل ايه شيل حاق خمسة وحط ستة حط ربعمية ستة وتمانين رأس اربعة قسم على ربعمية ستة وتمانين يبقى رأس اربعة تطلع ستة على ربعمية ستة وتمانين تطلع واحد على واحد وتمانين لو احنا قسمناها هنقسم ستة تقسيم ربعمية ستة وتمانين هيطلع عندي واحد على واحد وتمانين طيب انا عندي هنا رأس اربعة اه ده هنا قس زوجي يبقى لما تيجي تاخد الجذر هيطلع موجب وسالب خلي بالك عندي الجذر الرابع لواحد على واحد وتمانين يطلع واحد على تلاتة يبقى الراء تطلع واحد على تلاتة مرة موجب ومرة ايه سالب يبقى انا عايز اجيب الاوساط اضرب الحد الاول في الاساس يبقى اربعمية ستة وتمانين ضرب تلت هيطلع عندي مية وثنين وستين الوسط التاني المية protest درب تلت يطلع اربعة وخمسية الوسط التالت اربعة وخمسين ضرب تلت تت سوى طمانتاش يبقى الاوساط عندي مية hose empkedßen واربعة وخمسين وتمنتاش طيب في حالة لو كانت راء بسالب تلت ايه الوضح اقول مرة هيبقى وسط سالب والتاني موجب لان سالب في سالب بموجب ونفس الاعداد اه نفس الاعداد هيبقى سالب 162 اربعة وخمسين سالب 18 تعال نشوف سؤال تاني نخش عن مجموع اوجد مجموع السبعة حدود الاولى من المتتابعة الهندسية اتنين واربعة وتمانية اتنين واربعة وكام وتمانية طيب انا هنا اقدر اطلع الالف والرا بكل سهولة ويسر الالف الحد الاول اللي هو اتنين الرا اقسم اي حد على الحد السابق لهم باشرة يبقى اربعة تقسيم اتنين باتنين طيب طلعت الالف والرا وانا عايز نون بسبعة عايز مجموع السبعة حدود يبقى اكتب له القانون القانون الاولاني جيم نون الف افتح قوس را قس نون بعدين انزل سالب واحد على را نقص واحد خلي بالك اوعى تغلط وتحط السالب واحد مع القس لا را قس نون الواحدية ناقص ايه واحد عوض الالف باتنين الرا باتنين برضو النون بسبعة اتنين نقص واحد تحت بواحد خلاص يبقى كاين ما فيش مقام اتنين قس سبعة بمية سبعة وعشرين مية تمانية وعشرين اناقص منها واحد يبقى مية سبعة وعشرين اضربها في اتنين يطلع ميتين اربعة وخمسين طب انت لو عايز تحلها مرة واحدة بالالة الحزمة تعمل ازاي هتقول له اتنين ضرب افتح قوس اتنين قس سبعة ماشي ناقص لا هنا عندي بعد كده هقول له اتنين ضرب افتح قوس اتنين قس سبعة وارطلع ارجع تاني بقى ايه انزل تاني بال واقل له اتنين اتنين ضرب افتح قوس اتنين قس سبعة ناقص واحد اقفل قوس يساوي ميتين اربعة وخمسين ميتين اربعة وخمسين وانا طلعتها بعد ايه ما عملت بالالة ميتين اربعة وخمسين جميل تعال نشوف سؤال تاني اوجد مجموع المتتابعة الهندسية التي حدها الاول وحدها الاخير هنا اعطيني بقى الحد الاخير حدها الاول يعني الف والاخير يعني لال جميل محتاج ان انا اجيب الرا طب اجيبه منين هو اعطيني اه اعطيني اساسها اتنين يبقى المسألة سهلة جدا لانه تعويض مباشر القانون الثاني يبقى جيب نون يساوي لم را ناقص الف هو اعطيك الالف وعطيك اللام وعطيك الرا والقانون فيه الف ولم را بس ايه السئلة السهلة دي يبقى انا اقول له الالف بالف اربعة وعشرين ضرب الراء باثنين ناقص اللام عندي بالالف اربعة وعشرين والراء باثنين الالف باربعة وستين الراء باثنين اضرب في اتنين ناقص اربعة وستين على واحد يعني طبعا اتنين ناقص واحد بواحد يبقى بعد ما ضربته طرحت يطلع عندي مجموع المتتابعة الهندسية دي الف تسعمية كام اربعة وثمانين سؤال اخر بيقول لي مجموع متتابعة هندسية تلات الاف تسعمية وخمسة وحدها الاخير اعطيني لام وعطيني المجموع وعطيني الاساس اللي هو راء فهو طالبها لحد الاول يعني شبه اللي فاتت بس هنا فيه فكرة شوية اقول له جيم لنون يساوي لام راء ناقص واحد ناقص الف على راء ناقص واحد اشيل جيم نون وحط قيمتها واللام الحد الاخير وحط قيمته والراء اللي هي الاساس خمسة ناقص الف على خمسة ناقص واحد خمسة ناقص واحد بكام باربعة وهنا احمل طرفين فيه وسطين علامة المقص اربعة اضربها في ثلاثةلاف تسعمية وخمسة واضرب ثلاثتلاف مية خمسة وعشرين في خمسة بخمستاشر الف ستمية خمسة وعشرين ناقص الف ودي الالف هناك يبقى بالموجة واضرب ثلاثتلاف تسعمية وخمسة فاربعة ووديها الحارة التانية تعالوا نضربها مع بعض 395 ضرب 4 هيطلع عندي 15620 اطلع ده من ده هيطلع عندي الالف بخمس يبقى انا كده قدرت اجيب ايه الحد الاول اللي هو الالف بكام بخمس سؤال تاني متتابعة هندسية مجموح حدودها 364 يبقى برضو الجيم حدها الاول وحدها الاخير عايز المتتابعة نفس الحل بتاع اللي فاتت اعتقد انه هو هنا ايه عايز يجيب المتتابعة يعني لازم اجيب له الراء لان عطيني الحد الاول وعشان اكون متتابعة لابد يكون عندي الحد الاول والاساس جيب نون يسوي لهم رأ نقص الف على رأ نقص واحد عوضت شلت الراء شلت اللام بواحد الراء موجودة مجهولة شلت الالف على رأ نقص واحد طرفين في وسطين ضربت تلتمية أربعة وستين في رأ تلتمية أربعة وستين رأ تلتمية أربعة وستين في واحد تلتمية أربعة وستين رأ نقص ميتين تاتة واربعين وديت الحارة التانية الرأ بقت بالسالب وتلتمية أربعة وستين من سالب رأ بالموجة طرحت وجمعت تلتمية تلاتة وستين رأ على مية يسوي مية واحد وعشرين قسم على معامل المجهول يبقى راء يطلع بتلت هات المتتبعة الحد الاول ينزل اضرب في تلت يطلع 81 اضرف طب تضرف في تلت ممكن تسهل على نفسك وتقسم على 3 يعني اقول له 243 تقسيم 3 مباشرة 81 يبقى بدل ما تيجي تقول اضرب في تلت وتاخد وقت زيادة والدنيا تبقى ايه انت محتاج الوقت في الامتحان قسم على ايه التلات كده كونت المتتبعة جميل سؤال برضو في فكرة جميلة كم حدا يلزم اخذها من المتتبعة الهندسية ابتداء من حدها الاول ليكون المجموع مساويا كذا طالما عاطيني المتتبعة على الصورة بتاعتها العامة دي اعمل ايه اقول له اقدر اطلع الحد الاول والاساس راء طيب هو عايز كم حد يعني عايز نون ابتداء من حد الاول حشان عاطيني المجموع 381 يبقى انا اكتب المعطوات اللي عندي الالف بتلاتة الراء جبناها منين اقسم ستة تقسيم تلاتة طلعت باتنين هو عايز نون وجيم نون بتلتمية واحد وتمانين تعالى يبقى راء طلعناها باتنين هنعوض في القانون جيم نون الف افتح قوس راء والسنون نقص واحد على راء نقص واحد شيل جيم نون وحط قيمتها شيل الف وحط قيمته شيل الراء وحط قيمته اتنين نقص واحد بواحد يعني خلاص دي تروح يبقى انا عندي هنا قسم الطرفين على تلاتة لما تقسم هنا على تلاتة وهنا على تلاتة يطلع على مية سبعة وعشرين يساوي اتنين قس نون نقص واحد ودي الواحد هناك يبقى مية تمانية وعشرين انا لسه عارف دلوقتي ومرت علينا مية تمانية وعشرين اتنين قس كام واحد يقول لي يا استاذ ده بنت عرفت اتنين اتنين اقول له انا جيب لك المسألة بتحل نفسها هنا الاساس كام اتنين يبقى اكيد هنا اتنين يبقى انت تقعد تجرب لو انت مش عارفها هتقول له اتنين قس مثلا خمس طلعت اتنين وثلاثين لسه بدري اتنين قس سبعة مية تمانية وعشرين يبقى صح يبقى انا اشيل مية تمانية وعشرين وقتي باتنين قس سبعة واقول له بقى ان اساس بيساوي الاساس فان الاسس يساوي الاس ها كنت تكتب له كده بما ان الاساس يساوي الاساس اذا الاسس يساوي الاس يعني النوم بتساوي كام بتساوي سبعة جميل خمس تعال بقى نشوف ايه المتتبعات الهندسية اللانهائية اوجد مجموع المتتبعة الهندسية اللانهائية 16 و 8 و 4 اول ما تشوف المتتبعة بهذه الصورة تطلع الالف والطلع مين الراء الالف الحد الاولان والراء تأسم اي حد نقص الحد السابق له مباشرة يبقى 8 على 16 بنص جبت الالف والراء اكتب القانون اسهل قانون عندي في القوانين جيم لمالة نهاية يعني المجموع للمالة نهاية يسوي الالف على واحد نقص راء يبقى 16 على واحد نقص نص واحد نقص نص بنص مقام المقام بسط اللي اتنين تطلع فوق يبقى 16 ضرب اتنين يطلع بكام باثنين وثلاثين تعال نشوف سؤال تاني على المتتبعات برضو اللانهائية الحد الثاني من متتبعة هندسية لانهائية 9 والحد الرابع واحد فما مجموعها اه هنا مش عطيني الالف والراء لكن عطيني صورة الحدود اللي هو ايه التاني والرابع ابدأ بقى اشتغل اقول له حاها 4 ألف الرابع ألف الرابع الكلام ده بواحد وحاها 2 ألف الرابع بيطلع بتسعة بتقسم عشان تختصر الألف مع الألف ورأ تكعيب مع را يطلع رأ تربيع واحد على تسعة بتاخد الجزر ما تنساش الموجب والسالب يبقى طلع عندي موجب والسالب كام تلت بتعود في المعدلة رقم اتنين عشان تجيب الألف يبقى ألف ضرب شيل الره وحط تلت يسوي تسعة يبقى الألف بسبعة وعشرين يبقى الجيم مالا نهاية ألف على واحد ناقص را يبقى سبعة وعشرين على واحد ناقص تلت هتعمل ديت يبقى اتنين على تلاتة يبقى اتنين وطلع التلاتة فوق اضرب وقسم يبقى واحد وتمانين على كام على اتنين جميل او كده احنا ايه ركز معيبا احنا كده خلصنا المتتابعات الهندسية خلصنا ايه المتتابعات الهندسية عملا عرفنا الصورة العامة للمتتابعة الهندسية عرفنا يعني ايه حد عام عرفنا يعني ايه وسط هندسي بين عددين عرفنا يعني ازاي نجيب مجموع متتابعة هندسية ماشي وكان فيه عندي قانونين مرة بمعلومية الأساس ومرة بمعلومية الحد الأخير وكان آخر حاجة عندي اللي هو مجموعة المتتبعة الهندسية اللانهائية اللي هو القانون اللي كان سهل تعال بقى نشوف فندخل على الباب الأخير اللي هو مبدأ العد ونخلي بالك بقى هنتكلم على مبدأ العد وحاجة اسمها المضروب وعند التبديل وعند التوفيق وهعلمك ازاي تستخدم الآلة الحاسبة لما تجيب مضروب أي عدد او تطلع التبديل او تطلع التوفيق فجهز الآلة الحاسبة بتاعتك عشان هنبدأ نعلمك عليها تعال نشوف القوانين الأول القوانين اللي عندي بيقول لي ايه با مبدأ العد لو احنا عندنا عدد طرق اختيار الأولاني ميم واحد وعدد طرق الاختيار الثاني ميم اتنين وعايزين نعمل الطريقتين مع بعض يبقى عدد طرق اجراء الاختيار معا اضرب ميم واحد في ميم اتنين لو جالي في المسألة واه يبقى ضرب لو جالي او يبقى ايه موجب واحد يقول لي يعني ايه الكلام ده اقول له تعالى واحد عنده تلت قمصان واربع بانطلونات يطرى ممكن يععد يبدل فيهم قد ايه يعمل تشكيلة البانطلون البني مع القميص او التشيرت الأولاني البانطلون الأسود مع التاني وهكذا يطرى هيطلع كام مرة قالك الطريقة دي ان احنا بنعمل ايه بنضرب عدد الطرق في بعض ده مبدأ العد وهنشوف في الامثل المضروب المضروب رمزه عامل ايه بالشكل ده بالرمز العربي بالانجلش علامة التعجب المقلوبة اي طب بنجيبه ازاي بالقالة الحزبة تعالى نشوف كده عايز انا اوريلك استخدام القالة الحزبة عشان تعرف انك انت ايه اما كينهم فين وايه اللي احنا الازرار اللي احنا هن ايه هنركز عليها هنركز علي الزرار shift اهو خلي بالك اهو shift وعلى sd اللي هو ده ده يحول لك منكسر اعتيادي للعشر والعكس وعلى علامة الضرب وعلمة الاسمة وعلى x-1 x-1 ده هوت ماشي ده اللي هو بتاع المضروب طب تعال نشوف المضروب هنجيبه ازاي عايز اجيب مضروب خمسة اقول له خمسة shift x-1 هيطلع لك علامة التعجو واضغط يساوي يطلع عندي مية وعشرين يبقى انا اكتب له هنا مية وعشرين طيب فين رمز التبديل قال لك اللي هو n-b-r طب نجيبه ازاي shift x يعني عايز اقول خمسة تبديل يبقى shift علامة الضرب تلاتة خمسة لام تلاتة هيطلع عندي كام ستين يبقى خمسة لام تلاتة يطلع عندي ستين طب عايز التوافيق التوافيق عندك علامة القسمة هتلاقي فوقه مكتوب عندك هوت بالبرتقالي n-c-r n-c-a-r وده بيجي ازاي shift علامة التقسيم يبقى 7 قافي اتنين 7 shift تقسيم اتنين يساوي طلع عندي 21 يبقى انا كده عرفتك ازاي تستخدم الايه الالة الحسبة تاني المضروب shift x-1 التبديل shift علامة الضرب التوافيق shift علامة القسمة عندي الزرار sd اللي هو التحويل من العشري والاعتياد والعكس تعالى بقى نرجع لقواننا المضروب المضروب خلي بالك احنا عرفنا المضروب شكله ازاي ولما نيجي نحل المساعد طب القانون بتاع بقول ليه مضروب نون يساوي نون في نون نقص واحد في نون نقص اتنين لحد مضرب ثلاثة في اتنين في واحد يعني ايه الكلام ده يعني لما اقول لك مضروب الخمسة هتبدأ بالخمسة وكل مرة اطرح واحد يبقى فيه اربعة فيه ثلاثة في اتنين لحد ما توصل الواحد يبقى انت كده جبت مضروب الخمسة وتضربهم ويطلع الناتج مية وعشرين وممكن تجيبوا بالآلة طب ايه موضوع بقى التبديل والتوافيق يبقى اعرفنا كده مبدأ العد والمضروب التبديل احيانا تسمى التراتيب لانه يهتم بالتراتيب هنا عندي وعرفنا رمزها على الالحزبة وماذا يجيبها القانون نون لام را نون لام را بيسوي حاصل ضرب را من الاعداد الصحيحة متتالية اكبرها نون يعني ايه الكلام ده يعني نون لم را يبقى نون كل مرة خلي بالك احنا بقى هنتعود على حاجة هنطرح واحد يبقى في نون نقص واحد في نون نقص اتنين لحد ما نوصل نون نقص را زائد واحد يعني ايه يا استاذ يعني لو عندي خمسة لام اتنين هتضرب مرتين يبقى خمسة فاربعة طب خمسة لام تلات يبقى هتضرب تلات مرات هنشوف الكلام ده في الامثلة بردو خلي بالك الراء اكبر من او يسوي الواحد واصغر من النون يعني ما ينفعش ان الراء دي تبقى اكبر من نون لو اللي عندي الراء اكبر من نون تطلع غير معرفة ومتطلعش بالقالة والنون عدد صحيح موجب القانون التاني نون لم را يسوي مضروب نون على مضروب نون لقص را امتى نستخدم ده وامتى نستخدم ده تعال نشوف واحد منهم لما يكون عندي الراء هنا معلومة وهنا عندما يكون النون هي المعلومة خلي بالك يبقى دا يستخدم عندما تكون نون معلومة اما القانون الاولاني عندما عندي هنا ايه الراء تكون هي ايه المعلومة طيب في عندي قوانين نون لم صفر بواحد ونون لم واحد بنون ونون لم نون بمضروب نون خلي بالك من دول يبقى انت عندك في التبديل ادي قانون اتنين وعندي هنا نقول عليها نتائج نون لم صفر بواحد نون لم واحد بنون نون لم نون بنون يبقى احنا دايما نتعامل مع الصفر والواحد والنون النون طبعا عند اي عدد نجي للتوافيق لا يهتم بالترتيب نون قف راء القانون بتاعه نون لم راء على مضروب نون على مضروب راء طب أنا ممكن أفك الكلام نون لم راء زي هنا كده أقول له آه يبقى نون قف راء يسوي مضروب نون على مضروب راء في مضروب نون نقص راء عندي النتائج نون قف واحد بنون نون قف نون ونون قف صفر اللي اتنين بواحد نون قف راء دي للتبسيط يسوي نون قف نون نقص راء وقابلنا مسائل زيها نقدر نحل بنستخدم القانون ده أو النتيجة دي هنا بقى دي أهم واحدة فيه إذا كان نون قف سين يسوي نون قف صاد فإن إما سين تسوي صاد أو سين زائد صاد يسوي نون تعالوا بقى نشوف المسائل بتاعتنا أراد باسم أن يختار كراتين معا من صندوق وكراتين من صندوق به 8 كرات مختلفة بكم طريقة يمكنه أن يختار الكراتين كرة بعد أخرى مش معا هنا كرة بعد الأخرى أول مرة هو فيه 8 كور عنده كم احتمال؟ عنده 8 احتمال يختار الزرق السودة البني العمرة يعني أي كرة من 8 يبقى الاحتمال الأولى 8 طب هو مرجعش الكور يبقى السندوق فيه كام؟ 7 يبقى المرة التانية كام؟ الاختيار التاني 7 يبقى عدد الطرق 8 في 7 بـ 56 طريقة عشان يختار كرة وراء الأخرى تعال نشوف سؤال تاني كده كم عدد مكون من أربعة أرقام يمكن تكوينه باستخدام الأرقام دي؟ بس هنا أعطيني يسمح بتكرار الرقم يعني اللي تاخده الرقم ممكن تاخده مرة تانية لو خدته في الأحد ممكن تاخده في العشرات وهكذا لا يسمح بتكرار الرقم الرقم اللي ناخده ما يرجعش تاني تعالى بقى نشوف يعني عندي أربع أرقام أحد عشرات مئات ألوف طب أنا عندي هنا كم عدد خمس يعني أنا ممكن أحط في الأحد خمس أعداد وفي العشرات برضو خمس لأنه يسمح وفي المئات خمس وفي الألوف خمسة اضرب ضلف بعض كأنها خمسة أسر باع بـ 625 طريق يعني ممكن أكون 625 عدد من الأعداد دي هنا لا يسمح بتكرار الرقم أحد عشرات مئات ألوف في الأحد حطت خمسة ماشي خلاص أنا بكده مش هقدر حط العدد لنا خدته في العشرات تانية يبقى في العشرات كام أربعة طب لا يسمح بتكرار الرقم يبقى في المئات كام تلاتة لا يسمح بتكرار الرقم يبقى في الألوف كام اتنين يبقى أضرب خمسة في أربعة في تلاتة في اتنين يطلع عندي كام 120 نيجي بقى أسئلة زي كده يقول لي أوجد مضروب 6 انت عرفتنا يا أستاذ ان الستة أنزل كل مرة أنقص واحد يبقى 6 في 5 في 4 في 3 وممكن أجيبها بالآلة الحزبة مضروب الستة إزاي يا أستاذ هقول له 6 shift خلي باكي العادة الأول x i يديك مضروب أقول له يساوي 720 طيب مضروب 100 على مضروب 98 هل انت تقدر تفك مضروب 100 ومضروب 98 أقول له لا أنا خدت من تبسيط المضروب أننا أقول له مضروب نون يساوي نون في مضروب نون نقص واحد يساوي نون في مضروب نون نقص واحد في مضروب نون نقص اثنين وهكذا يبقى أنا عندي المية مضروب 100 دي أقول 100 في 99 في مضروب 98 وتوقف لأن أنا عندي مضروب 98 تحت يروح مع بعض واضرب 100 في 99 بتسعة تلاف وتسعمين تعال نشوف تمانية لم واحد أنا عتطلق القعدة نون لم واحد بنون يعني تمانية لم واحد بكم؟ بتمانية طب 6 لم 3 انت عرفت هتعمل ايه؟ اه هتضرب هتكرر الضرب بداية من الستة تلات مرات يبقى ستة في خمسة فاربعة خلي بالك ده عدد المرات وده بداية العدد يبقى ستة في خمسة فاربعة بمية وعشرين طب عايزة اجيبها بالآن الحسب اه اقول له ستة شفت ضرب تلاتة يساوي مية وعشرين اربعة لم اربعة لما يتساوى اللي فوق مع اللي تحت يديك مضروب الاربعة يبقى اربعة في تلاتة في اتنين في واحد باربعة وعشرين طب خمسة لم صفر احنا اتفقنا خمسة تبديل الصفر بكام بواحد سبعة لم تمانية اه لا هنا غير معرف مش ممكن ليه لان الهنا عندي الدليل هنا تمانية اكبر من فوق السبعة يبقى هنا مش هيطلع لها حل ماقول لا توجد لها ايه تبديلة نبقى نعلى في المسائل اذا كان مضروب نون بمية وعشرين فاوجد قيمة نون المسائل دي تحتاجة الى تخمين او ان انا اقعد اجرب اشوف مضروب الواحد مضروب الاتنين مضروب كزا او الطريقة بقى ان انا اقسم قسمة مطولة بداية من الواحد مية وعشرين على الواحد مية وعشرين على الاتنين ستين تمشي بالتسلسل على التلاتة فيها كام فيها عشرين على الاربعة فيها خمسة على الخمسة لحد ما توصل انتهت القسم يبقى انت عندك النهاية هناك الكام خمسة يبقى هتقول لمضروب الخمسة هيساوي عشرين يبقى النون بيساوي خمسة واحد كان يقعد يجرب مضروب الاربعة مثلا يساوي اربعة وعشرين طيب مضروب الخمسة مضروب الخمسة طلع عندي كام يا استاذ مية وعشرين صح يبقى انا ممكن قصة مطولة او اجرب طيب السؤال فيه فكرة اذا كان مضروب نون زائد واحد الى مضروب النون يساوي عشرة فوجد قيمة نون هنا دي العلامة دي تعتبر علامة قسمة النسبة دي بنحولها الى قسمة يبقى مضروب نون زائد واحد على مضروب نون يساوي عشرة تفك يبقى نون زائد واحد في مضروب نون على مضروب نون يساوي عشرة روح دا مع دا يبقى نون زائد واحد بعشرة يبقى النون بيساوي كام ودي النحية التانية يبقى النون بتسعة طيب أوجد قيمة نون إذا كان نون لم 2 بيساوي 42 لما يكون عندي العدد ده معرف أستخدم الطريقة دي يبقى نون لم 2 يعني معناها هتضرب كام يا أستاذ عددين مضربين في بعض ب42 طب هتعمل إيه أنت عندك دلوقتي تقعد برضو تجريب اضرب 6 في 5 بكام ب30 لا أنا عايز 42 أزود يبقى 7 ضرب 6 بكام ب42 صح يبقى نون لم 2 كأنها كام 7 في 6 يعني 7 لم 2 الاتنين زي الاتنين يبقى نون بيساوي كام 7 أوعد أجرب 5 شفت ضرب 2 يساوي 20 لسه بدري أجرب 7 شفت ضرب 2 يساوي 42 يبقى صح يبقى أنا لو معي الآية الحزبة أستخدم إيه الآية الحزبة بتاعي أو بقى لو أنا بقى عايز أسهل على نفسي وأقعد بقى إيه معايا وقت وأقعد مخمخ في المسائل أقول له تعالى مش أنت حاصل نون لم 2 كأن نون مضروبه في نون نقص 1 أقول له آه الكلام ده ب42 فق القص وحل معادلة يبقى نون تربيع نقص نون نقص 42 بيساوي 0 حلل يبقى نون زائد 6 ونون نقص 7 النون بالساوي سالب 6 مرفوضة عشان ما بتطلعش سالب لازم تنتمي لصد المجابة يبقى النون بالساوي إيه 7 ده لو أنت عايز إيه تعكن على نفسك وتحل إيه معادلات لكن بنجرب بالطريقة ديت ونحلها مباشرة طيب أوجد قيمة راء إذا كان 7 لام راء يساوي 210 7 لام راء يعني المتين وعشرة دي 7 لام كام يتعمل حاجة بقى قسم المتين وعشرة وابدأ قسم إيه بداية على السبعة يبقى نقصم العدد ده بداية على سبعة بمتين وعشرة على السبعة تلاتين يبقى اللي بعد السبعة كام 6 في 5 على الخمسة في واحد يبقى دي طلع السبعة وستة في خمسة كام عدد دول تلاتة يبقى الرهب تلاتة أول أنا برضو أقعد أشوف أنا مش عارف العدد اللي هنا وعندي سبعة أمسك أجرب سبعة شفت ضرب اتنين يساوي اتنين واربعين أروح للي بعدها سبعة شفت ضرب تلاتة طلعت عندي ميتين وعشرة يبقى هنا عندي الرهب كام بثلاتة السؤال تاني في فكرة اوجد قيمة كل من سين وصاد إذا كان سين زائد صاد على ميتنين سين زائد صاد لميتنين بساوي ميتين وعشرة ومضروب سين نقص صاد يساوي ستة تعال نسوف سين زائد صاد لميتنين العددين دول يطرى كام في كام يطلع ميتين وعشرة ومتتابعين وربع متتاليين يعني يعني خمستاشر في اربعتاش يبقى سين زائد صاد بخمستاش دي المعادلة الاول المضروب سين زائد نقص اتنين صاد بساوي ستة يطرى الستة مضروب كام الستة تلاتة في اتنين في واحد اه مضروب التلاتة شن المضروب مع المضروب يبقى سين نقص اتنين صاد بساوي كام تلاتة ودي معادلة رقم اتنين اضرب المعادلة دي في اتنين وحطها تحتيها واجمع احزف الصاد مع الصاد يبقى تلاتة سين بساوي تلاتة وتلاتين يبقى السين بكام ب11 يبقى عوض في المعادلة الاولى طلع قيمة الصاد بكام باربعة السؤال تاني نزل اربع سياح بفندق فيه عشر حجرات يبقى هنا فيه فندق خالية بكم طريقة يمكن توزيع هؤلاء السياح على الحجرات بشرط ان يشغل كل منهم حجرة واحدة على انفراد يعني ما نحطش اتنين مع بعض دول سنجل مش ضابل يبقى عشرة لما اربعة عشان الترتيب هنا مهم يبقى عشرة لما اربعة يبقى انت هتضرب لأربع ضربيات تبدأ بالعشرة وكل مرة بنقص واحد عشرة في تسعة في تمانية في سبعة بخمسة تلاف واربعين نفس الكلام اوجد عدد تبديل التي يمكن تكوينها من جميع حروف كلمة بديع بديع به ودال ويه وعين هنا عندي عدد تبديل يعني اربعة لما اربعة اللي هي مضروب اربعة جميل تعالوا شوف بقى مسائل على التوافيق عشرين قف خمسة اللي هي عشرين لام خمسة على مضروب خمسة طب عشرين لام خمسة يعني هنعمل خمس دربيات تبدأ بالعشرين وكل مرة نقص واحد عشرين في اغتسعتاشر في اغتمنتاشر في سبعتاشر في ستاشر على مضروب خمسة من خمسة الى الواحد وكل مرة بالنقص واحد يبقى خمسة في اربعة في تلاتة نقعد نبسط يطلع عندي خمستاشر الف خمسمية وربعة تعال نجيبها بالحزبة عشرين شفت تقسيم خمسة يطلع عندي خمستاشر الف خمسمية وربعة طيب قاف تمانية وتسعين مية توافيق تمانية وتسعين يا ترى هاعد أعمل الضرب ده لا استحاله قالك احنا خدنا القعدة بتاع التبسيط اللي هي تطرح الاتنين دول من بعض يعني مية قاف مية نقص تمانية وتسعين يعني مية قاف اتنين هنا تقدر تجيبها بسهولة يبقى المية نضرب مرتين فوق على مضروب الاتنين يبقى مية في تسعة وتسعين على الاتنين بربعة تلاف تسعمية وخمسين سبعة تاشر قاف صفر بواحد تلاتين قاف تلاتين دم بتسوي برضو بواحد سبعة قاف تمانية برضو غير ممكنة لأن تمانية أكبر منين من السبع سؤال جميل برضو إذا كان نون قاف اتنين يسوي تمانية وعشرين فوق قيمة نون أقوله هنا نون قاف اتنين هستخدم القانون التاني نون قاف لم اتنين على لم اتنين على مضروب اتنين يعني تمانية وعشرين وهنا نون لم اتنين على اتنين في واحد طرفين فصتين عندي هنا نون لم اتنين يسوي ستة وخمسين طب انا عندي نون لم اتنين اللي هي حاصل ضرب ايه عددين متتاليين هنلاقي التمانية في سبعة يبقى انا عندي النون هنا بكام بتمانية سؤال تاني نون قاف نون ناقص اتنين بيسوي ستة وثلاتين هستخدم فيها القانون بتاع التبسيط يبقى نون ناقص نون ناقص اتنين افق القوس يبقى نون ناقص اتنين زي اتنين النون تروح مع الاتنين اللي هي نون قاف اتنين وانا عارف انه نون قاف اتنين هتسوي كام ستة وثلاتين يبقى انا في الحالة دي اصبحت زي المسألة دي نون قاف اتنين بتمانية وعشرين يبقى نون قاف اتنين هتسوي ستة وثلاتين هتحلها لإيه واجب النون هنا يطلع بتسعة السؤال إذا كان 15 قف رأ يسوي 15 قف 6 فوجد قيمة رأ هنا بنقول إيه يا إما الرأ تسوي 6 يا إما الرأ زائد 6 يسوي كام 15 يبقى هنا الرأ تطلع ب6 وهنا الرأ بكام بتسعة نفس السؤال يا إما الثلاثة يسوي 7 وده مرفوض يبقى الحل التاني إن ثلاثة زائد 7 يسوي نون يعني النون هنا يسوي كام بعشر هو كان عايز نون قف عشر إنت طلعت النون بعشر طب عشرة قف عشرة بكام بواحد جميل خالص السؤال بقى يدمج التبديل مع التوافيق إذا كان نون لم رأ ب42 ونون قف رأ ب21 أوجد قيمة نون ورأ أبدأ بقانون التوافيق نون قف رأ يسوي نون لم رأ على مضروب رأ شين نون لم رأ وحط 42 وشين نون قف رأ حط 21 يبقى 21 في مضروب رأ يسوي 42 يعني معناها مضروب رأ قسم 42 على 21 اللي هي اتنين مضروب رأ يعني مضروب اتنين في واحد يبقى أنا عندي المشيل المضروب مع المضروب يبقى أنا عندي الرأ بالسوي كام بالسوي اتنين طب هو كان عايز ايه الرأ طلعناها عايز النون أجيبها منين أقول له تعالى نستخدم دي نون لم رأ باتنين يبقى نون لم اتنين باتنين واربعين تب ايه العددين اللي يضربوا ببعض المتتاليين ويديني اتنين واربعين سبعة في ستة يبقى نون هناك عندي هنا بكام بسبعة جميل خالص آخر سؤال عندي بكم طريقة يمكن اختيار لجنة مكونة من مجموعة مكونة من خمس أساتزة وعشر طلاب في الحالات الآتية إذا كانت اللجنة تتكون من أستازين وثمانية طلاب وإذا كانت تتكون من أستاز واحد وثسعة طلاب هقول له الأساتزة الطلاب الأساتزة كانوا خمسة هاخد منهم اتنين والطلاب عشرة هاخد منهم تمانية يبقى أنا عندي هنا حلمة الضرب هقول له خمسة قاف اتنين وعشرة قاف تمانية وطلع بالآلة الحسبة هقول له خمسة شفت تقسيم اتنين طلع عندي بكام بعشرة وعشرة تقسيم تمانية طلع عندي بكام بخمسة واربعين يبقى أنا عندي هنا هضربهم في بعض خمسة واربعين في عشرة يطلع كام عندي أربعمية وخمسين إذا كانت بقى اللجنة تتكون من أستاذ واحد وتسعة طلاب يبقى عدد الأساتزة خمسة هاختر واحد يبقى خمسة قاف واحد عدد الطلاب عشرة هاختر كام تسعة يبقى أنا عندي عشرة قاف تسعة هطلع بالآلة الحسبة خمسة قاف واحد بخمسة عشرة قاف تسعة بعشرة أضربهم يبقى كام بخمسين أعزائي الطلاب إلى هنا انتهينا من حلقة اليوم في المراجعة احنا كده رجعنا المنهج كله على مدار حلقتين بالتوفيق إن شاء الله في الامتحانات وأتمنى إنه كنتوا جيبوا الدرجات الكويسة رجعوا الفيديوهات دي مرة واثنين وإن شاء الله في ملف بيدي اف هينزل على رابط القناة على اليوتيوب في كل التمارين وكل القوانين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة